اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حتى ارتقى من يتصف بهذه الصفة إلى مراتب عليا توصف بالتملق والتذلل والخنوع والاستهانة والتجرد حتى من الحياء والشرف وذلك على سبيل أن ينال المنافق موقعا من أهل المناصب والمطامع ولعل ذلك لا يتوقف على حدود الحياة الواقعية بل حتى على مستوى العالم الافتراضي فترى المتحى والرثاء بلا معرفة ولا بصيرة من الأمر حتى يقال أن مداحا ما حضر ذكر وفاة شخص ما وأخذ يذكر محاسنه ومكارمه وعطاياه ومواقفه فاستغرب من ذلك من حضر لكنهم استكانوا بالصمت إلا أحدهم فقام فقال أيها المداح إن من مدحت كان مجنونا والسلام مذو زمن بعيد والنفاق شكل خطرا حتى على جادة الدين والدولة والعلم ذم القرآن الكريم هذه الصفة وحذر من يتصف بها وصير له وعيدا قل نطيره لما يراه من خطر على المجتمعات أي كانت فبات بعض الناس يحتاشون على النفاق كما تحتاش الإبل العشبة الصحراء متوفرة وقت حاجتها ومطلوبة وقت مجاعتها مؤكدا على أن المعالجة التي تكمن للنفاق هي الصدق مع الله والنفس والنص التحية موصولكم مرة أخرى سادة الكرام وعنوان حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله النفاق في معارض النص القرآن الكريم أحييكم وأحيي ضيفي فضيلة أستاذ الدكتور علي عبد الفتاح مرحبا دكتور حياة كرام شكرا جزيلا لك أستاذ عباس هو من المواضيع المهمة دكتور طبعا بل من المواضيع الراهنة في كل عصر كانت الخليقة وابتليا المخلوق الأول وصار إبليس عدو للحق ظهر النفاق وساد ولم يضمح الله ولم يمت لأن سيرة الناس الذين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديهم هي التي تذكي جذوة النفاق ونار النفاق ولعل في أكثر مواقف الحياة جلاء ووضوحا لا نجد عنوانا ولا موضوعا يتجلى أكثر من النفاق حرسنا الله تعالى وإياكم والمشاهدين الأكارمة من هذه الآفة التي تنخر عظم الإسلام وعظم الإنسانية وعظم الأخلاق وتأتي على كل أخضر بني بالإرادة الإلهية وأريد للإنسان أن يكون قد أخذ منه ونشأ عليه ونبه إليه النفاق آفة وعلاجه الإيمان علاجه القرآن بصراحة آفة القيام نعم آفة الإنسانية وآفة كل نواحي الحياة كان المبدع الأول فضي الدكتور إبليس عندما كان منافقا وجها مع الله وجها ما أضمره نعم عندما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين إنما أظهر بخطابه هذا أنه الأفضل وهو يريد أن يتقرب بأفضليته إلى الله سبحانه وتعالى ولكنه كان يضمر في داخله الكبرى والاستكبار وداء العظمة الذي تجلى بتصرفه وخالف قوله لأنه لو كان طائعا لله تعالى عابدا خاضعا خاشعا خانعا لا امتثل لأمر الله تعالى لا امتثل لأمر خالقي لكان صادقا ولكان صادقا ولا ما كان منافقا فهو أس المدرسة الأولى للكذب التي تفرعت منها الأسس الأخرى للآفات الأخريات ومنها آفة النفاق تمام هذا ما يلزمنا فضي الدكتور إلى أن نستعرض معنى النفاق في اللغة والإصطلاح لكم الحديث حتى مباشر إن شاء الله في بقية الحديث فضل هو مأخوذ من الجذر نفق ونفق يقال للدابة نفقت إذا ماتت النفق هو السرب في الأرض الذي له مدخل وله مخرج له نهاية يخرج منها ولذلك سمي نفقا كل مجوف فهو نفق كل تجويف فهو نفق كل فارغ من الداخل فهو نفق النفاق مصطلح إسلامي بالمياز لم تعرفه العرب قبل نزول الإسلام إلا بمعناه اللغوي أما معناه الآخر الذي نربط بينه وبين المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي فهو معنى إسلامي بالمياز ظهر صفة للذين يظهرون إسلامهم ويبطنون كفرهم وكذبهم وحربهم على الإسلام أصله اللغوي عاد به صاحب اللسان وسواه وهو قد أخذ عن من سبقه من اللغويين وجامعي اللغة أخذ من نافقاء اليربوع فله نافقاء وقاصعاء يبني النافقاء ويستتر تحتها ويظهر من القاصعاء ويضرب تلك بيده بذيله برأسه فيظهر شيئا ويبطن شيئا يدخل في مدخل ويخرج من مخرج ولذلك هو يدخل النافقاء ويخرج من القاصعاء أو يدخل من القاصعاء ويخرج من النافقاء وهي جحره جمع جحر هو الذي اعتاد أن يتلون بخفائه فيها لذلك سمي المتخفي بالإسلامي والمبطني الكفر بالمنافقي نعم لأنه شابه اليربوع نتيجة هذا التلوني وهذا التخفي والتحايل والتشاطري في إظهار شيء وإبطان شيء آخر وأعتقد أن السرب الذي لا يذهب بعض اللغويين إلى ربط النفاق بأصله اللغوي به أعتقد أن السرب قريب جدا من أن يكون مصداقا للمنافق لأن المنافق فارغ من القيام لا يضم على قيمة قط إنما بطنه أجوف وإنما فكره أجوف وإنما منهجه أجوف كالنفق الذي يكون أجوف وفارغا ويمكن أن يخترق فالمنافق يخترق من هذه الجهة ومن تلك الجهة كالنفق الذي يخترقه هذا وذاك ولذلك نعم نحن نأخذ بأن التشبيه أخذ من جحرة اليربوع ولكنه بمعنى السرب وهو الجوف الطويل أبله معنى الأقرب نعم الذي له مدخل وله مخرج هذا هو الذي يقرب كثيرا برأيه أن يكون صفة قد أخذت للمنافق الذي يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر تساك الله خير قبل أن أخذ مطلع من سورة المنافقون والتي كانت رائدة في توصيفهم وهناك سرع كبير جدا شهدته هذه السورة دواعي النفاق فضيلة الدكتور يعني القرآن الكريم في الخطاب القرآن يعطى مساحة كبيرة جدا إلى هذا المبنى وتارة بصريحة العبارة وتارة نجدهم مع الأنبياء لكن بغير أن يصرح القرآن أنه أولا منافق لكن الصفات هي تمتثل مطابقة لهم أسباب دواعي النفاق فضيلة الدكتور يعني منذ يعني لنقف في زمن بداية الإسلام إلى هذا اليوم الدواعي عندما يفقد الإنسان قوة القرار وعندما لا يمتلك قوة قرار يكون منافقا كيف هو يريد شيئا ويريد أن يعبر عن وجهة نظر لكنه يحارب من هواه من نفسه من آخر من قائده من أخيه من سيده عند ذاك يكون قراره مترددا بين أن يكون إيجابيا في موقف أو أن يكون سلبيا في الموقف نفسه أو في موقف آخر إذن ضعف الإرادة ضعف اتخاذ القرار من أبرز الدواعي محابات الجميع المهادنة مع الجميع إظهار الوفاق للجميع هو الأس الأساس لآفة النفاق ألا تكون صاحب مبدأ ألا تكون صاحب إرادة ألا تكون صاحب قرار قاطع تؤمن به عند ذاك يدب النفاق إلى تصرفك وإلى سيرتك وتظهر بوجه مع هذا وبوجه مع ذاك وإذا كان النفاق قد عرف مصطلحا إسلاميا للذي يظهر إسلامه خوفا وضعفا وحفظا لشيء يريده ويبطن خلافه فإن هذه الآفة قد انتقلت إلى موضوعات كثيرة أخرى ليست إلى الدين بل هي إلى السياسة وإلى العلم وإلى العشيرة وإلى الذات وإلى الأسرة وإلى السوق إلى البيع والشراء وأعتقد أنك قد وثقت شيئا من ما يقرب من هذه الموضوعات ليمر بإشارة وقطعة كريمة منك إن شاء الله فضيلة الدكتور قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لا رسول الله والله يعلم أنك لا رسول والله يشهد أن المنافقين الكاذبون في الفعل نشهد يشهد ونشهد نشهد يعلم يشهد أنا أتذوق دلالة القسم كسر همزة إن في هذه المواضع يدل على أنها قد أخذت موضع الابتداء وجاءت في بدء الكلام وعندما يكون جواب القسم مبدوءا بإن فهمزتها تكسر والله إنك لحاضر لا نقول والله أنك لحاضر والله هو القسم إنك جواب القسم وهي جملة جديدة لكنها ترتبط بالقسم وجاءت جوابا قالوا نشهد إنك كأنهم يقسمون للرسول صلى الله عليه وآله ويؤكدون على أنفسهم أنه رسول الله لاحظ إنك جاءت مؤكدة بإن لرسول جاءت مؤكدة باللام ونشهد فيه دلالة التوكيد لأنه مشهد بالقسم والله يعلم إنك هذا قسم إلهي أيضا الفعل يعلم تضمن دلالة القسم فهو فعل مقسم به إنك لرسول ثم والله يشهد أيضا قسم إلهي بالفعل يشهد إن المنافقين لكاذبون أولا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله وهم لم ينصبوك رسولا كي يقولوا هذا ليس فضلا منهم وهذا ليس كرما منهم قالوا إذا جاءك المنافق لاحظ جاءك وقد مررنا في حلقة من الحلقات السابقة على دلالة الفعل جاء يغلب مجيئه في مواقع المشقة في مواقع الخطورة خلاف أتى نعم بخلاف أتى وفي مواقع الغلظة إذا جاءك إذن هناك خطب عظيم وهناك خطر وهناك واقعة جسيمة نعم إذا جاءك المنافقون جاءوا بسوئهم وبسلبياتهم جاءوا بسمومهم إذا جاءك المنافقون قالوا هنا قالوا قالوا تصريح اللفظي الذي تشرق له دائما نعم والتصريح اللفظي لا يبرهن مكنون الذات ولا يبرهن ما تضطم عليه الذات من إيمان قالوا لم يقل إذا جاءك المنافقون آمنوا الله أنك لرسول الله مثلا خارج القرآن بل جاءك إذا جاءك المنافقون قالوا إذن هو قول لفظي لا يعتمد عليك إقرار أبدا لا يتصلوا بمعقد القلب الذي يضطم على الكفر وعلى الشرك وعلى النفاق وعلى الإنكار في هذا الموضع فضي لزي الدكتور قالوا إنك الفعل قالوا يقر على هؤلاء أنهم أصحاب لفظ لا أصحاب عمل إنهم أصحاب لفظ لا أصحاب عمل يؤكد ذلك أن الله كذبهم أحسن هذا هو الذي يبين أن المنافق يظهر خلاف ما يبطن إذن هم أظهروا قولا ولكنهم أخفوا باطنا ما عليه سيرتهم وعملهم والله يعلم إنك لرسوله هذا بعلم الله وهم لم يأتوا بشيء جديد ولم يتفضلوا عليك بفضل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون حتى في قولهم إنك لرسول الله كانوا كاذبين لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله حقيقة فإيمانهم الحقيقي طاعة الرسول والانتثال لأمره الإقراءة تصديق طاعته والانتثال لأمره والأخذ بأمره ما آتاكم الرسول فخذوه ولكنهم كانوا يسرون على العناد اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله القسم اتخذوا أيمانهم جنة هذه صفة كانوا يستترون بها قسم نعم كانوا يستترون بها جنة ناستتار نعم يظهرون أنهم بهذا القسم يظهرون أنهم بهذا المظهر يظهرون أنهم بهذا الظاهر المخالف الباطن أنهم كانوا على خير وكانوا على صواب وكانوا على وفاق ولكنهم كانوا يصدون عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله نعم وهو المنع لكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به إنهم ساء ما كانوا يعملون ساء ما كانوا يعملون بنوا فعلهم كله على السوء فنتج ناتجه سوءا وعملهم سوءا لاحظ السبب ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا الذي يؤمن إيمانا حقيقيا لا يمكن أن يكفر مطلقا والذي يؤمن إيمانا لفظيا قوليا كالذي يقول لا إله إلا الله نعم بظاهرها هو وحد الله تعالى ليس متفضلا بل جاء إلى جادة الصواب ولكن قوله هذا لم يصل إلى عمله ولم يلقي ظلاله على عمله وعلى سيارته بذلك الإيمان الحقيقي أصلا إنه يخشى الإنسان أكثر من خشته الله سبحانه وتعالى فهذا أبقى خلاف ما أظهر ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم والطبع كما نستعمل نحن اليوم الطابعة والمطبع هي التي تثبت شيئا على شيئين ولا يغادره أبدا يلتسق به على قلوبهم فطبع على قلوبهم وكأنها ختمت وأغلقت وأرتج عليها فهم لا يفقهون وإذا رأيهم تعجبك أجسامهم هذا التوصيف نعم تعجبك أجسامهم ظاهر هذا النص ظاهره كأنه بالبنية الجسمانية يزوقون لأنفسهم هذا المعروف للجسم نعم يلبسون ما طاب من الثياب يأخذون ما طاب من الطيب يظهرون بمظاهر الخشوع يظهرون بمظاهر الناسك الزاهد ويأخذونه قراءة أخرى وهي وإذا رأيهم تعجبك أجسامهم أي يفعلونه من صنيع بما أوتوا من طاقة ومن قوة ومن لباقة يدخلون قلوب الآخرين يأخذون بمسامع الآخرين هذا اللي صار في البال متخلص نعم لاحظ أن القائد السياسي الآن الذي يريد أن يدخل شعبه إلى الهلاك يلقي عليهم خطابات العزيمة والقوة كما فعل عمالقة الفجور عندما أتوا على البلان وأتوا على العباد دفعة واحدة بخطاباتهم الجوفاء التي لم يكن منها إلا تزويق القول وما كان يصدق بهم إلا من كان من سنخهم ومن سيرتهم وسريرتهم أظلوا أظلوا وإن يقولوا تسمع لقولهم ما أبهى قولهم وما أجمل لفظهم وما أحسن منطقهم هناك أنا على الشكل وهنا على القوة كأنهم خشب مسندة هذا الترتيب والتنظيم يعني في القيافة في كل شيء في كل شيء يظهرون ما يسحر العين دكتور ليش تبهى خشب المسندة هو الجماد الذي لا يتحرك هو الجماد الذي لا يخالف صنوه الغاية دكتور هذه الغاية النظرة الثابتة له أنهم يريدون أن يلقوا على أعين النظرين ويلقوا في مسامع المستمعين أنهم ثابتون على هذا المنهج أنهم هيئة واحدة أنهم على مسيرة واحدة أنهم على نهج واحد يظهرون كل شيء وكسرتهم لا تخترقوا لا تختلفوا لا تغيروا يحسبون كل صيحة عليهم لاحظوا من باب آخر هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله نحن نبرأ إلى الله ممن يقاتله الله قاتلهم الله هذا دعاء عندما يكون الدعاء في كتاب الله من الله أن ندعو الله تعالى ونسأله أن يقتل المنافقين فهذا يعني أن خطرهم جسيم جدا مثل المنافق في حرب الله سبحانه وتعالى وكبير جدا يحسبون كل صيحة عليهم لماذا؟ لأنهم جوف من القدم العلا لأنهم فارغون لأنهم لا يقفون على أرض صلبة ولذلك يرون كل شيء يحيط بهم طدهم ويرون كل شيء يحيط بهم عليهم ويرون كل شخص يتقاطع مع آرائهم عدوا لهم ويحاولون أن يظهروا السلبيات على الآخرين ويحاولون أن يضعوا أنفسهم في قمة الطيبين والمصلحين وأصحاب الإصلاح وأصحاب السيرة الحسنة وأصحاب الحلول المثلة ولكنهم المصدق عليهم بقوله وما يحسب اليوم في ظاهر الحياة الواقعية أن المنافق هو ذلك الشخص الذي ينقل كلاما ما عن موضوعا ما غير ما يضمر في القلب لكن دائرته تتسع إلى هذه الكوارث التي تدخل في الدين والسياسة والاقتصاد والاجتماع وحتى في المهنة وفي كل شيء دكتور هناك فاصل وبعده نعود وإياك إلى قوله تعالى أنه يوفكون اسمح لي بفاصل كثيرا وشاهدين الكرام فاصل وبعده نواصل معكم تتمة الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى انا النجوم في سماء ليلة صافية وبعيدا عن أضواء المدينة ستراني أكثر مما تحلم أن تعدني تستطيع أن ترى مني بالعين المجردة تسعة آلاف نجمة ماذا لو كنت تمتلك عيونا أكبر يمكنك أن ترى مني أكثر بكثير مجرة أندروميدا هي أقرب مجرة لمجرتكم درب التبانة وهي مملوئة بالنجوم هل تعرف كم تحوي مني تريليون نجم هل تعرف كم يبلغ عمر بعض المجرات أكثر من ثلاثة عشر مليار سنة هل تعرف كم من المجرات يمكن ملاحظته حتى الآن مئة مليار مجرة بعد ذلك هل تستطيع أن تتخيل عدد في الكون ربما سبيتليون نجم هذا رقم كبير جدا وغير منطقي ولكن لتتخيله فقط فكر بأنه أكبر من عدد كل حبات الرمال على شواطئ الكرة الأرضية تذكر في كل ليلة تنظر فيها إلى سماء مليئة بالنجوم فإنك تشبه من يحرك أحد أصابعه في الرمال قال رسول الله صلى الله عليه وآله والحجة القائم كأنه كوكب دري في وسطهم فقل يا رب من هؤلاء فقال هؤلاء هم الأئمة وهذا القائم يحل حلالي ويحرم حرامي وينتقم من أعدائي يا محمد أحبه فإني أحبه وأحب من يحبه تحية موصولكم ومشاهدين الكرام مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم ونسأل الله سبحانه وتعالى يكفينا وياكم شر النفاق وشر المنافقين أنه سميع الدعاء سادة الكرام ضمن عنوان هذه الحلقة ونفاق في معرض القرآن الكريم أحييكم أطيب التحية وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السدادة والتوفيق ورحب بي ضيفي فضيلة الدكتور علي عبد الفتاح مرحبا بكم دكتور مجددا تحية والسلام شكرا جزيلا لك أستاذ عباس فضيلة الدكتور وصلت إياك إلى قولي تعالى قاتلهم الله أن يؤفكون أنا بمعنى كيف الإفك قطعا هو مأخوذ من الكذب يلتقي مع الكذب والأفاك هو الذي يفتري ما لا صحة له ولا وجود له ورد في النص القرآن نعم ولا يمتلك دليلا على ما قال إذن هذا هو المنافق بعينه هو الذي يقول شيئا لا دليل عليه هو الذي يفتري على الآخرين بما لا صحة له يذهب جمع قد ضربت مصالحهم إلى جهة عليا ويقدمون شكوى على شخص قد نبههم على خطأ ومنعهم من خطأ ثم عاقبهم لهذا الخطأ فيذهبون ويفترون ويأتون بشكوى لا دليل عليها ولا صحة لها هؤلاء هم الأفاكون هؤلاء هم المرضى هؤلاء هم المنافقون جمعهم وعملهم إلى ذهاب جي أن تأتي بمعنى كيف وتأتي بمعنى متى تجتمل على السؤال على الحال وتجتمل على السؤال على الزمان أن يؤفكون أن يكون لغلام نعم كيف يكون لغلام وأنا بهذه الحال التي منعت بها فسلجيا منعت بها صحيا عمريا من أن أكون قادرا على الإنجاب هذا في معنى كيف نعم هو تركيب يطم على كشف باطنهم حالهم وكشف واقعهم في كل زمان أن يؤفكون فيه ردع وتبكيت فيه كشف وتعريض فيه ازدراء عليهم وفيه كشف لما أرادوا أن يخدعوا أبلغ من كيف دكتور؟ هي تستعمل لتضطم على كيف وعلى متى في الوقت نفسه أكبر إذن نعم هي فأتوا حرفكم أن ناشئتم منهم من ذهب إلى أنها بمعنى متى لإطلاق الزمان ومنهم من ذهب إلى أنها بمعنى كيف لإطلاق الحال مع وجود الموانع المحادي في كليهما فهي أشمل وأوسع دلالة من كيف في وقعها ومن متى في وقعها جيد دكتور فيما يخص أن الله سبحانه وتعالى لرغم ما تصف به المنافق لأن هناك مساحة في هذا النص القرآني تعرض لهم طريقا للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار هو من أعظم الأبواب عند الله سبحانه وتعالى لكن التوصيف هنا يكون فيه حاجز كبير تستغفر لهم لن يخفر الله لهم قبلها وإذا قيلهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم لو رؤوسهم هذا التوصيف لاحظ أن من حتى في باب الألاقة مع الله ونجوع إلى الله ولاك رفاق الذي يلوي رأسه هو الذي لا يحترم الكلام من المقابل لو رؤوسهم هذه الحركة التي تدل على محاولتهم الاختفاء والهروب والتهربة نعم حتى في دعوتهم إلى إصلاح أنفسهم وإلى أصلاح ذواتهم وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا أقبلوا الساحة مفتوحة لكم السماح مفتوح لكم وهذه المفردة والمصطلح تعالوا هي دعوة خير نعم تعالوا بدأت سياقها أو لفظها أو دات الموسيقية كل لفظ لتعالى وتعالوا في القرآن الكريم يدل على الرفعة وأنا لدي مشروع بحث مخطوط هو دلالة تعالى في القرآن الكريم كل تعالوا وتعالى يدل على الرفعة وعلو الشأن وطلبوا الإقبال نعم أعطاهم تقدير واحترام تعالوا أولا كونوا سامين لكي يعالج المجتمع كونوا عالين على نفاقكم كونوا عالين على كذبكم كونوا عالين على تلونكم تعالوا بإقبالكم هذا فإنكم مطيعون بإقبالكم هذا فإنكم مصدقون ما تستمعون إليه يستغفر تعالوا السبب تعالوا طلب يستغفر جواب الطلب يستغفر لكم رسول الله هو المستغفر لووا رؤوسهم لماذا؟ لأنهم أساسا لا إيمان لهم برسول الله صلى الله عليه وآله وقولهم الأول نشهد إنك لرسول الله هذا الذي ذكرناه هو قول هو لفظ فقط لا يترجموا إيمانهم الحقيقية لا يوجد في أي مصدق لأنهم يؤمنون بخلاف ذلك هم لا يؤمنون بأنه رسول الله ولكنهم يقولون أنك لا رسول الله يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأيته لي الرأسي هو الإعراض عن الأخذ عن المقابل هو عدم الذهاب إلى دعوة المقابل ورأيتهم يصدون يضعون الحواجز والموانع وهم مستكبرون هنا يظهرون استكبارهم على هذه الدعوة إلى الاستغفار وكأنهم لا يستدعي موقفهم أن يستغفر لهم وكأنهم يسرون على أن ما يفعلونه هو الصواب وهو الحق وهو عين العقل بعد أن كشفت حقيقتهم هذه أنهم أعرضوا عن هذه الدعوة الكريمة جاء الحكم الإلهي عليهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم من الخطأ بمكان أن يفهم من هذا النص أن الرسول صلى الله عليه وآله لا مقام له بين يدي الله إن استغفر لهم كيف يفهم دكتور؟ ربما يتبادروا لذهن القارئ أن الرسول صلى الله عليه وآله إن استغفر لهم فإن الله تعالى لن يقبل عنه دعاءه لهم بالمغفرة وهذا رد على الرسول صلى الله عليه وآله حاشا لله أن يقابله بهذا وحاشا للرسول صلى الله عليه وآله أن يقابل هكذا أو أن يفعل ما لا يريده الله سبحانه وتعالى طيب يمكن أن يفهم باعتباره مدام هم مصرون على مخلفة الله سبحانه وتعالى فمن المستحيل أن يستغفر لهم رسول الله نعم لو سمحت لي التسوية هنا سواء عليهم بأم المعادلة؟ نعم سواء عليهم مو سواء عليك سواء عليهم أضمن عادلهم للضمير الذي ورد بعد على وهو هم العائد على المنافقين يدل على أنهم لا يريدون الاستغفار ولا يقبلون على ساحته أبدا ولذلك أنت تستغفر لهم ولكنهم يصرون على نفاقهم فهل يغفر الله تعالى لهم؟ كده أنت لا تستغفر لهم لأنهم لا يخالفون باطنهم الدنيئة والمنكرة هل يغفر الله تعالى لهم؟ إذن العلة ليست في الرسول صلى الله عليه وآله فالرسول قد قرن طاعته بطاعة الله وقرن ذكره بذكر الله وأطيع الله ورسوله ورفعنا لك ذكرك مقامه عظيم وسام عند الله تعالى ولكنهم هم سواء عليهم وسواء عليك سواء عليهم إذن هم الذين منعوا الاستغفار لهم لإصرارهم على كفرهم كتور شهادة ما تفضلتم بي هنا في نهاية النص أن الله لا يهد القوم الفاسق هم فاسقون والفاسق هو الكافر قال عن إبليس ففسق عن أمر ربي فسق عن أمر ربي قسم أصلا نعم كفر وخرج عن طريق الحق وعدل عنه إلى طريق الباطل طيب جزاك الله خير جزاك دكتور في ما يخص جهاد المنافقين والكفار قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم وغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ما الذي يفهم من هذا النص يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير كلنا يؤمن أن القرآن الكريم جار أمره وفعله ونهيه مذ أوحاه الله سبحانه وتعالى لنبيه الأكرم صلى الله عليه وآله إلى يوم يفترق مع العثرة الطاهرة على الحوض في حضرة النبي صلى الله عليه وآله إذن جار عمله وفعله وأمره ونهيه إلى يوم القيامة لي يفترق حتى أرداء الله طيب هل هذا الخطاب يقتصر على النبي صلى الله عليه وآله أم؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام وأحب الخلق إلى الله المتأسي بنبيه إذن علينا أن نتخذ من نبينا الأحمد صلى الله عليه وآله أسوة حسنة نسير بنهجه وبسيرته وبهديه إذن ليس هنا يا أيها النبي فقط يا أيها النبي هو الخطاب للنبي لكن القرآن عام بدلالته وإرشاده وتوجيه أي يا أيها المصلحون من تقتدون يا أيها المؤمنون يا من تسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وآله جاهدوا الكفار أينما كنتم ومتى ما كنتم جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظوا عليهم الغلظة لا تجاملوهم لا تبتسموا في وجوههم هي بصراحة تجديد على المقابل؟ نعم القرآن يدعو إلى الصلح وأن تعفوا أقرب للتقوى والصلح خير قل لعبادي يقول التي هي أحسن النبي صلى الله عليه وآله يقول أمرني ربي بمدارات الناس المدارات والكلمة الطيبة من لوازم التي هي أحسن طيب ما هذا المنافق؟ لو سمحت لي والنبي صلى الله عليه وآله وصف بأنه وإنك لعلى خلق عظيم ووصف بأنه وبالمؤمنين رؤوف الرحيم هنا جاء الأمر بهذا اللفظ وبهذه الدلالة وبهذا التوجيه لأن هاتين الطبقتين من الناس طبقتان ملؤهما السوء والخطورة والانحلال والفتك بالمجتمع ودمار المجتمع جاهد الكفار الذين يضمرون الحق ويغطونه ويظهرون الكفر والباطل ويعلون شأنه والمنافقين وهم الذين يظهرون خلاف ما يبطنون واغلر عليهم لا تجاملهم لماذا؟ اليوم نحن عندما نسمع بمجرم قد حكم بالإعدام لثبوت إدانته يقدم له أشهر طعام ويبتسم بوجهه ويجامل ويمنح ما يريد بل إننا سمعنا أن منهم من يخرج من السجن لرؤية أسرته ويعاد إلى السجن وفق ضوابط يتفق عليها هذا هو الذي يجامل إذن ما بالك بمن يسمع به ممن هو خارج السجن سيفعل فعله لأنه يرى أن المعنية بالأمر قد جامله هؤلاء يغلب عليهم يشدد عليهم لا يهانون ولكنهم يعاقبون بالعقاب الشرعي الذي يستحقونهم طيب دكتور أنتقل معك إلى المصير الحتمي بما ورد في النص القرآني هناك نصوص كثيرة في التوبة قال تعالى ولهم عذاب مقيم يعني كذلك في النساء 145 قال تعالى أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا هنا فضيلة دكتور هذا المصير النهائي للمنافقين في الدرك الأسفل الدرك الأسفل هو الذي يعلوه كل شيء سواه كل أنواع العذاب تكون فوقه إذن ما أشد العذاب فيه وما أقسى العذاب على ساكنيه هؤلاء وصفوا بأشد أنواع العذاب لأنهم جاءوا بأشد أنواع اللؤم في حياتهم الدنيا ولأنهم عادوا الإسلام وعادوا القرآن لاحظ الآية السابقة إن المنافقين يخادعون الله وهذه جريمة نكراء يخادعون الله ما دام يرى نفسه أنه قد خدع الله إذن هو لا يؤمن بالله لا يؤمن بالله غرفة عين أبدا يتصور أن الله تعالى كالآخر الذي يخدعه هو من سنخه ومن جنسه وهو خادعهم خداع الله قدرته خداع الله أي مميته نعم والله قدير وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا اليوم نحن نشهد في حياتنا أن وقت الصلاة عندما يحينوا ترى التثاقل على بعضهم وترى الفضل وكأنه يأتي به على الله تعالى حاشا لله عندما يؤدي صلاته بعضهم يقول وهذه عبارة دارجة أحس الصلاة ثقيلة علي من أصلي تقول جبل وأخرت من ظهري هذا تثاقل وتكاسل الصلاة لقاء بالله أنت تخاطب الله سبحانه وتعالى إذن ما أجمل اللقاء وأنت تخاطب الله سبحانه وتعالى عظيم سفاهة المنافق وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون اليوم المنافق يظن نفسه أنه قد جاء بصنع حسن وقد فعل فعلا حسنا ويسفه الآخرين ولكنه لا يدرك أنه هو السفيه بحق يحدثنا حياة التصوير بهذا الشيء اليوم كما ذكرت أنت في بدء الحلقة أن هذا الذي يمدح شخصا وأوصله إلى النجم في السماء وهو لا يعلم أن هذا الميت إنما هو مجنون وقد رحل عن الدنيا اليوم نحن نشهد الشعراء الذين يقفون في محافل مجالس الفواتح وهم يقولون بمتحهم على الضيوف وعلى الذين يضقون عليهم بالأموال يقولون أوصافا لا يستحقها أحد منهم أبدا وكأنه هو صانع الحياة وكأنه هو الذي يمنح الناس غذاءهم وطعامهم وشرابهم هذا هو المنافق بعينه عندما تختل به وتسأله يقول له يا معود أشدب عليهم حتى حصلوا في الاسم الأدو هذا هو المنافق المنافقان هنا أثنان الذي يمدح والذي يمدح هذا قبل أن يكون بأكذوبته هذه وهو يصدق نفسه وكأنه صار زعيما من حيث لا يعلم وهذا يعلم أنه يكون وهذا يصطنع المقالة الذي يقوله للجميع وللكل بلا استثناء ما يقوله من شعر لهذا يقوله لغيره طيب دكتور علي الآن نقف بمختطفات النفاق العملي ونفاق القولي كل هذا تفضلتم به الآن فضي الدكتور اليوم في وقتنا المعاصر في ساحتنا المعاصرة نلاقي كثير من صنف النفاق ولا شك ولا ريب توافقني قطعا أن النفاق ملازم للكذب هم أخوة النفاق والكذب لا شك الكذب أساس النفاق ولو عرضنا من الكذب ما يكون واجبا أحيانا ومستحسنا ولكن النفاق لا حسنا فيه أبدا إذا أردت أن تنقذ إنسانا من القتل تكذب يكون التهم بشيء هو ليس له يتبعه أبوه ليقتله وتخبئه أنت في بيتك وعندما يقدم بسلاحه تقول له لقد ذهب من هذا الاتجاه هذا كذب ولكنه أنقذ حياته هذا القفل لكن النفاق أما النفاق فلا وجاهة له أبدا لا يكون فيه إصلاح قط دكتور النفاق في العلم النفاق في العلم مثلا أنت ما يدعم للوقت نعم أن يسرق أحدهم بحث أحدهم وأن يسرق أحدهم معلومة أحدهم ليطلقها في محاضرة علمية أو لينشرها في مقال علمي أو لينشر بحثا قد سرقه من آخر نحن اليوم في الوسط الأكاديمي لدينا لجان الاستلال تأخذ البحث أو الرسالة وتعرضهما على الكتب والرسائل والبحوث التي كتبت في هذا الميدان فإذا ثبت أنه قد أخذ من آخر فإنه يرد عليه وإذا ما نشره من غير استلال أو بتواطئ أو بحيلة معينة فقد نافق وسرق علم غيره واخذ الأضواء به ولكنه يكشف ولطالما سقط المنافقون في ميدان العلم دكتور نفاق بالسياسة السياسة الآن هذا ما تعرض له النبي كثير السياسة الآن هي قبلة النفاق وهي عيبة النفاق وهي وعاء النفاق هذا يجامل هذا وهذا يجامل هذا وهذا يقف مع هذه الجهة وهذا مع هذه الجهة ولكنهم في الآخر كلهم أو في الآخير كلهم خاسرون النفاق في الدين هذا أخطر آفة فالذي ينافق في دينه لا صواب له لا في عقله ولا في سيرته فضي الدكتور أكف ماكي الآن إلى جملة من أقوال إمام علي عليه السلام قال أصيكم عباد الله بتقوى الله وحذركم أحلى النفاق فأنهم الضالون المضلون والزألون المزلون يتلونون ألوانا ويفتتنون في تيتها واضح هذا هو الذي يريك خلاف ما يبطنه يأخذ بك إلى السرابي ويخبرك أنه بحر وأنه ماء ولكنهم في الواقع يريد إهلاكك لذلك حذرنا أمير المؤمنين عليه السلام من أن نقع في فخ هؤلاء المزوقين والمزينين المضلين الذين ضلوهم أساسا ويريدون ضلال الآخرين امتلك يا فضل الدكتور بشكر جزيل على كل ما تفضلت به وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك أن يوفقنا للابتعاد عن هذه الصفة قدر الإمكاني ويتمكين أنه سميع الدعاء أمع الله المنافقين آمين رب العالمين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا كل شيء وكل صفة من هذا القبيل إن شاء الله تعالى شكرا جزيلكم دكتور علي وحياك الله سادة الكرام أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التغفيق فيما قدمناه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للقاء اشتركوا في القناة